أهلا بيكوا بعد الفاصل وهنتكلم عن حاجة جديدة جدا في مجال التشتبات والدكرات وهي الأونلاين وإن إزاي تباشر شايتك وإنت مسافر أو إنت في أي مكان كل ده هنعرفه من البشمهندس شريف سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك والبشمهندس حسام محمود أهلا بحضرتك يعني إيه تشتيب أونلاين يعني يبقى في مكان أو مسافرة وبباشر شايته خطوة بخطوة تشتيب أونلاين إحنا أول شركة في مصر عملنا الميزة دية للعميل عشان نوفر له وقته وإن هو يتابع شايته خطوة بخطوة الشركة بتمتاز إن إحنا في كل خطوات العمل بندخل كاميرات كاميرات دية على الواي فاي من تابع الشركة وبندل للعميل الباسورد بتاحها على الموبايل بتاعه يقدر إن هو من خارج مصر أو من داخل مصر يقدر يشوف شايته ويبشرها ويشوف خطوات العمل الماشية إزاي يعني دي من أنهي مرحلة يعني دي بتبدأ من المرحلة الأولى تبدأ من المرحلة الأولى من بعد الاتفاق والتعاقد مع العميل بنبدأ أول خطوة بنحط له كاميرات الأونلاين بنركبها في الشقة عنده وبنبدأ هو بيبقى خلاص مع الباسورد بتاحها وبيقدر يفتح ويشوف شايته ودي بتبقى أول مرحلة بتتعمل يعني أول مرحلة كاميرات الأونلاين بتتعمل بعد كده بنخش على مرحلة سريدي ماكس اللي هو التصميم بتاع الشقة طبعا ده الكلام ده مع المهندس حسام مش مهندس حسام بعد كده يعني أنا الوقت عندي شقة ومسافرة برا دولة عربية دولة أوروبية بشط طبعا ازاي وإيه الخطوات طبعا وإحنا أول حاجة بنعملها طبعا بنعمله البلان بيبقى سريدي ماكس بنكون استفادنا بكل مساحة في الشقة بيكون زبطناه له بحيث اللي احنا دايمنشانس كله يبقى واضح بالنسباله وبالنسبالنا وإحنا شغالين وريدي بتبقى الكاميرات الأونلاين العميل حتى لو حب بعد ما احنا بنكون مديين له البلان لو حب يعمل أي تعديل في أي حاجة وإحنا شغالين وريدي بيبقى شايف كل حاجة ستيب باي ستيب يعني أنت كمان بتصمم له شكل الشقة هيستلمها عاملة زي بالزبط كده وممكن تعديلات ممكن نقولك لقديم مثلا مش عجباني بالزبط هو أوريدي حتى في اختيار حتى المتيريالزي لفسه في اختيار بالألوان بالألوان بكل شيء بيبقى معنا احنا الجزئية دي معنا وبتسلمها له زي السيريزي بالزبط بالزبط بيبقى نفس البلان بالزبط بيبقى هو اللي تعاقدنا معا عليه هو بالزبط هو اللي بيستلم عليه إن شاء الله طيب مرحلة التشتبات يعني أنا دلوقتي مثلا بتبتدي ازاي يعني أنت بتستلم الشقة توب أحمر مثلا بالزبط بتبتدي بقى كل الخطوات دي وتشطب وتفرش وكل حاجة دي معايك انتوا عن طريقه онلاين قاعدية طبعا اونلاين طبعا احنا بنستخدم اعلى متيريالز في الكهرباء للكابلات سويدي المعتمدة مش اي حاجة تاني برضو في الموضوع السباكة بتبقى طبعا بأوريدي بتبقى موجودة اللي هو البي ار طبعا متيريالز برضو كل دو بيبقى بضمان الشركة نفسها بضمان الشركة نفسها انت كده بتوفر مجهود وبتوفر واقع لو حد مسافر او حد مش قادر يجيش امسل بعيد عنه انت كل ده بتوفر اكيد لان كانت مشكلة العمل حتى لما كان اي حد بيجي تكلم بيقولي بس انا باش مهندس انا مش قادر تواجد وما ينفعش اي حد هنا وانا عايز انزل اسكن فاحنا ابتدينا نوفر الجزائيات دي كلها حتى في اختيار الماتيريالز في اختيار السيراميك نفسه احنا بنديله كل حاجة كأنه هو نفسه موجود بالزبط بيختار كل حاجة حتى في الارضيات في الحوائط حتى في الديهنات نفسها في اعمال الجيبسون بورد نفسها اللي هو العميل بيختار وبيبعث لي اريدي على طول واحنا شغالين بيكون احنا خلاص خلصنا وابتدينا فيها بيبعث لي والعمال هي بطبع ماشية كوي هو ده بالنسبة للعميل بيجي بينزل احنا طبعا بنستخدم اعلى خمات وحطة اقل سعر دي يعني اعلى جودة واقل سعر دي هي ميزة الشركة عندنا لس جي ار اللي احنا بدأنا في الجزء متهالي ده اول شركة فعلا تعمله موضوع احنا اول شركة في مصر اه تعمله موضوع الانلاين ده لانه فعلا مش موضوع بالزبط لانه هو مش موجود بلاس اللي هي فيه نقطة مهمة جدا اللي معظم العمل اللي بيجي بتبقى مثلا سي بيعود عايز ينزل يقود شهر شهرين في شقيته معندوش استعداد اللي هو يعود يستنى تشتيب ورمله وطوله واسمده وتفسير هو عايز ينزل يسكن على طول حتى في الابواب نفسها احنا بنجيب ابواب هاردوير السيراميك اللي هو بيختاره النوعية بتاعته اللي هو بيختاره كل حاجة هو بيختاره واحنا قريدي بيبقى انه هو اونلاين معنا فدي بيتوفر عليه مجهود جامل جدا جدا بلاس الاسعار كمان عندنا اسعار كويس باش مهندسي هاني دلوقتي لو حد مسافر فعلا وبيتفرج علينا وحابي بيتواصل معاكم ده بيتم ممكن من هو مسافر ولا لازم ييجي يتم التعاقد ده هو ممكن وهو مسافر ممكن وهو مسافر طيب وانتو بتروحوا الشقة وبيبقى هو معاكم خطوة في خطوة احنا بندخل بنرفع بنعمل بلان بتاع الشقة تمام وبنعمل اول حاجة 2D وبعد كده زي ما البشمهندس حسام قال بنعمل 3D max وبنبدأ نستغل كل حاجة في مساحة الشقة احنا بنقوله ايه الافضل لي ايه اللي هو محتاجه الناس طبيعي بيبقى عندهم كذا اختيار في انه هو يعني ما بين الالوان ما بين الفرش ما بين الدكورات اللي هتتعامل وبيبقى محتار يا ترى هاي ليه مش هاي ليه احنا الحمد لله احنا بنوفر له دوت بنوفره له ان احنا عندنا يعني يعني بنحط له ايه الحاجة اللي تمشي في الوقت دوت ونقدر نستغلله كل مساحة وهو في ايده هنا الاختيار احنا ممكن تعمل التصميم فيقولك لا انا كنت متخيل مثلا ده يبقى شكله كويس وهو قاعد بره وهو قاعد بره احنا بنعمله 3D max وبنرسم له الشقة بحيث ان هو يشوفها لايف بنبعتها له يشوفها لايف وافق على التصميم بنبدأ احنا نشتغل لان سريدي ماكس الميزة بتاعته في الايام دي ان هو بيخليه يشوف شقته لايف كأنه فعلا كلمها تشطبت وتفرشت وحتى الاضاءة اللي سبوتات الفرش يعني احنا كمان الشركة في الحلقة الجاية هنتكلم في موضوع الفرش ان هو بيستنمها على المفتاح اه باحسن ماتيريال تماما وبافضل سعر فدي مميزات الشركة بنزليها عشان نقدر نساعد بيها العملة ونقدر نساعد بيها الناس ونفيدهم نفيدهم ان هما ما يصرفوش فلوس على الفاضي لا هو ايه احتياجاته اللي هو عايزها في الشقة احنا بننظمها له وبنرتبها له حتى جزئية الفرش يعني فيه عفش بيبقى مساحته كبيرة وفي مصر الشواء عندنا مساحتها صغيرة فبتاكل الشقة بتحس ان الشقة ضايع يعني انت مشطبها كويس جدا والعفش بتاعها مخليها مفيش تنصيق انت حتى تحس ان انت معملتيش حاجة فاحنا الحمد لله يعني من كتر تجاربنا في العمل وفي السوق والمعاملة مع الناس عرفنا احتياجات الناس ايه وايه الحاجات الافضل ورسمة الشقة دي ايه اللي هيليق عليها حتى لو العميل ما عندوش خلفية عن الرسم والديكور والفرش احنا بنحط له اختيارات الاختيارات دي بتفيده ان هو بيشوف الشقة بنفس الشكل اللي هو عايزه وبنديله طبعا افضل حاجة وبنقدر نستغل المساحات في العفش ان احنا بنكبرش العفش بمساحة كبيرة جدا هو طبعا الماشي الايام دي يعني العفش اللي هو السيمبل حاجات اللي هي تكون متنصقة انت هقولك بتفرق ستيل عن موضر اه طبعا كل حاجة بتفرق واحنا الحمد لله متخصصين في كذا حاجة وفي نفس الوقت احنا بنوفر للعميل حاجات هو يمكن ما يكونش عنده خلفية بيها ممكن صح تقوله على حاجة يعني مثلا غرفة بنات غرفة ولاد اه اه مثلا بعد كام سنة هيكبروا هتناسبهم ولا لا اه فعلا الجزئية ديت احنا بنتكلم فيها مع العميل بنعرف احتياجاته والأسرة اللي هتسكن في الشق لان احنا النهاردة هنقدر نعمل شغل بعد كده مش هنعرف نعمل شغل هيكون هم متواجدين وعايشين جوا الشق صح فاحنا بنأسسله لفترة زمنية اللي هو هيعيش فيها لحد ما الولاد يكبره صح تناسب كل المراحل تناسب كل المراحل يعني لو أسرة مثلا فيها ولدين وبنت تمام احنا عارفين ان هم هيكبروا كمان خمس سنين كمان عشر سنين فما عندناش استعداد ان احنا نحمل العميل بتاعنا ان هو يرجع ويهد ويجهز تاني ويوضب لا احنا بنحط له التأسيس في كل حاجة من كهرباء احتياجات الكهرباء اللي هيحتاجوها اماكن السرير ممكن غرفة تتعامل ليفنج مؤقت لو الاولاد صغيرين طب بعد كده بعد ليفنج الغرفة دي نقدر نستغلها ان هو مجرد بس يشيل العفش بتاع ليفنج ويحط العفش بتاع النوم حالو جدا فبندلو يعني بندلو الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي هو يعرف يستغل لها بتقربوا مع بعض بحيث في ناس خلال بتهد الدكور وبتهد الشواء كلها لان هم الشغل الصناعية الصناعية كويسين في شغلهم وكل حاجة بس هي حتة الادارة والتوجيه مفيش الابعات صح اللي هي الادارة والتوجيه الابعاد كم سنة ممكن العميل يتعامل مع الصناعي هو بحرفية العميل هو ممكن يكون شاف ألوان في بعض شقاء شاف دكورات في مكان جاني بس ممكن ما تلاقش هنا ممكن تغمى المكان على حسب المساعة احنا لنا رؤية لما بندخل الشقة احنا بنتخيل الشقة مع العميل بنتخيلها مع عميل اللي هيعيش هنا طب الاحتياجات اللي يحتاجوها ايه عمرهم قد ايه لو عمرهم صغير النهاردة طب ما هم بكرة هيكبروا طب احنا بالتالي بنأسس لبكرة ما بنأسس للنهاردة لو احنا اشتغلنا بنفس النمط بتاع النهاردة اللي العميل بيفكر فيه هنكلفه وهيخسره بس احنا بنحط له الميزة الأفضل ان احنا بنشتغله البعدين لفترة هما الاولاد دي هتكبر هيدخلوا مدارس هينفصلوا عن بعض في الاول اللي عندنا في مصر فممكن تبقى تطشاط بسيطة يغير بيها بنحط له الحاجات اللي هو الاحتياجات اللي هو عايزها واللي يقدر بناءا عليها يكمل عليها لفترة زمنية طويلة باش مهندس حسام الخطوة بقى اللي بعد كده يعني احنا بوقتي خلاص عملنا لسري دي والعميل اختار خلاص الشقة معاك وكده الخطوة بقى اللي بعد كده فيه خطوة مهمة جدا يمكن من معظم العملاء خاصة في شركات المأولاد بشركات المأولاد بتعتمد على حاجات غريبة شوية يمكن خلفة خلفة الطبيعة بمعنى المساح مثلا نسي تلاقي الشقة مثلا نسي مئة وعشرين متر فمئة وعشرين متر يا دوبك هي قطين وصالة فتلاقيه هو عشان طبعا الشركة بتدي طبعا يبهل العميل وحاجات دي وحاملينه مثلا ثلاثة حمام ومبخ ورسيبشن وحاجات كده وكلها حاجات صغيرة تجي تلاقيها أصلا الأوضة يعني أنا أعرف شركات كتير جدا جدا بتعمل جزئية غريبة جدا تقولك الأوضة مثلا سي ثلاثة في ثلاثة يعني فثلاثة في ثلاثة دي هتشيل دولايب هتشيل كده حتى لو ليفنج أو ماستر أو الحاجات دي كلها فإحنا بنأخد الشقة من أولها بنشوف إيه اللي هو الصحة اللي يتعب أنا مليش دعوة هي الشقة معمولة ثلاثة حمامات وصلاق ليه يعني ثلاثة حمامات والسيبشن وغرفته يعني ممكن تهب حاجة تفتحها على حاجة فإحنا كمان في الجزئية دي فتلاقي مثلا المطبخ يعني هو دوت هو روح الشقة المطبخ فتلاقي مثلا صغير جدا ليه عشان في حمام أوريدي موازلي وحمام ده مش مطلوب فالحمام دوت يعني نستغل المساحة فإحنا بنستغل المساحات دي كلها فإحنا أب يعني أب لأي شيء بنتعمل فيها بنعمل أسبلت للشقة نفسها وبنيجي بنقول للعميل في عميل أوريدي بيبقى يقول لي أباشبونس أنا أوريدي عايز حمام كذا أنا عايز حمام تاني في حد تاني يقول لي أباشبونس لأ الشقة مش مستحملة يعني فييجي أقول لي طب ليه أنا ممكن أستخدم مثلا حمام تاني اللي هو المصدر ممكن أستخدمه دراسنج فأنا هنا وفرت في الوقت وفرت في المساحة أنت بترسمها له وبتقوله رأيك وبديله وبديله مش رأي سمح يعني أنا بديله حوالي مثلا ثلاثة أوبشنس يعني اللي هو إرأي حريطك كده وإرأي حريطك كده هو بياخد وبيشوف لأنه هو هو أن هيعيش ويشوف أنه رسمة تناسبه بالزبط إحنا كمان في أوبشنس عندنا عملناها يمكن مش موجود خالص طبعا أسعار التكيفات حاليا أسعار غريبة جدا أسعار مرتفعة جدا فأنا أريد فيه شقة لو أنا عملتها كلها تكيف مركزي هتبقى أقل لأقل بكتير جدا اللي أنا أحط تكيفات تكيف المركزي أقل مش أعلى لا أقل لأ دي معلومة برضو جديدة جدا لأنه تكيفات أريدي دلوقتي مثلا نسأل خمسة حصان برقم برقم خمسة عشرين ألف أسعار صح عشان أحط في كل غرفة والريسيبشن بالزبط فهتلاقي فيه خاصة اللي فيه الريسيبشنات أصلا أريدي لازم يبقى فيها اتنين لأنها جبيرة حوالي ثلاث خطة أنا خمسين لو حطيت عليهم ده خمسين في الريسيبشنس لو أنا حطيت عليهم عشرة بس لو حطيت عليهم عشرة أنا هكيفي الشقة كلها ممكن أعمل الشقة كلها حلوة برضو جدا فالأوبشنس دوت بندو إحنا تدينها بنعمل طيب كل دي حاجات فعلا مميزة عندكم يعني بالزبط لأنه هو بس هو الموضوع مش قصة التشتيب والتشتيب ممكن أي صناعة أي مقاول يقول صحيح فكرة فكرة هندسة فعلا يعني أنا بقول ده بوظفه هنا وده هنا آيو يبقى قلبك على العميل فبتقوله الحاجة اللي المفروض أكيد بقلص لقب تبقى أعلى متى يعني حتة حتى المفاتيح بتاعة الكهرباء كلام ده كله خلاص يعني ولت الزمن بتاعها طب بالنسبة للوقت يعني برضو بتقدر تتحكم فيه حد بيقولك مثلا أنا نازل من السفر ومحتاج بعد شهرين مثلا أجي أسكن آه أكيد يعني طول ما أريد فيه بيبقى في الاتفاق فيه مثلا دفاعات مثلا بتكون مزبوطة معنا ديكون طبعا فيه عقد أكيد طبعا بيبقى فيه العقد دوات فهو العميل بس بالنسبة له اللي هو العميل أهم حاجة الديزاين اللي موجود هو ده اللي هيستلم عليه بعد ما بكون عملنا الكومنتات كلها تمي مرحلة السري دي بعدها إيه الخطوة اللي بعد كده مرحلة البدء على طول أنا بالنسبة لي ببدأ ببدأ اللي اتنين مع بعض اللي هو السباكة والكهرباء بعد ما بكون خلاص أنا قريدي مسلا سي عندي اتنين حمام مطبخ الكلام ده كله دوات ببدأ السباكة على حسب برضو خلال العميل كل ده اختيارات العميل معي اه طبعا فيه عميل بيبقى مثلا عايز اللي هي القواعد اللي هي المعلقة فيه عميل تاني بيبقى لا عايزها مثلا عادية فيه عميل بيبقى كده احنا بنأسس على أساس اللي هو المبرى من اللي بينا هو بين العميل برضو في الكهرباء الكهرباء النهاردة بقيت فيه زراء يعني فيه مفتح كتير جدا في الشقة فأنا بالضبط أنا النهاردة بوفر اللي أنا في الغرف في الحاجات دي كلها وحدة سنسور يعني وحدة سنسور اللي اخلاص ما بكونش محتاج المفاتيح يعني وحدة سنسور وحررتك على طول بتبقى شغالة مع الخيال بتاع الانسان مجرد منع وقفت قدامها بفتح الباب بتنور على طول بتحكم في الإضاءة كلها دي بتوفر دي بتوفر دي جميلة ومريحة يعني وحاجة جديدة لا وفي الحمام يعني أنا عندي في الحمام أول ما يخش أو ما يفتح الباب وبالضبط تنور أه بالضبط أنا خلص أريدي لأنه كمان بتبقى سيف أنا أحب ببقى في السيف سايد إلا أنا مثلا إيدي فيه هماية كلام دي حصل مشكلة في الكهرباء فأنا أريدي بخش الحمام ومع الأصال أمان جدا جدا فأنا بخش الحمام ومطلع منه ما فيش أي بالنسبة لأي رسك بالنسبة وبقدر أتحكم فيها لو أنا مثلا عندي رسيبشن فيه أنوار كتير وعايز لما أدخل المكان ده جزء بس دي برضو فيها مفاتيح بتحكم آه طبعا عندي دي حريك بيكون مزبطة المفاتيح أنا خلاص قولي دي عندي مثلا سي بارتي عندي أي حاجة بكون فتح أعلى إضاءة أو بقللها أو بقللها دي بتبقى في التحكم بلاس كمان اللي هي وحدات دلوقتي طبع وحدات رموت كلها زي يعني وحدات رموت هي اللي بتتحكم في الإضاءة معظمها بالرموت كنترول بالرموت كنترول لأ حاجة مميزة فعلا عندكم في الشركة باش مهندس طيب دلوقتي أنا خلاص عملت السري دي وابتديت المراحل دي بعد كده إيه اللي بيتم يعني أنا السباكة الكهرباء مع اختيار العميل شكل مثلا الأدوات بتاعة السباكة الأدوات الكهرباء الحاجة دي كلها إيه اللي بيتم بعد كده هو احنا احنا بنبدأ يعني أول حاجة بعد السري دي بنبدأ شغل الحمامات والكهرباء زي ما البش مهندس اللي هي مرحلة التأسيس مرحلة التأسيس دي بنحط فيها تأسيس كل حاجة الكهرباء فين السباكة فين هتعمل تكييف مركزي مكانه فين كل دو بيبدأ في أول مرحلة دي اسمها التأسيس بعد كده بنطلع من مرحلة التأسيس بنبدأ بقى نخش على المحارة تمام وبعد ما بنخلص المحارة بنشتغل طبعا السراميك وبعد كده بنشتغل للنقاش باختيار برضو العميل باختيار العميل هو كل خطوة احنا بنعملها بنعرضها على العميل يعني الشركة عاملة مميزات كتير للعميل هي تفيد يعني راحة للعميل في كل حاجة انه هو كل حاجة احنا بنبدأ ناخد فيها خطوة بنعرضها عليه احنا مثلا هنبدأ في السراميك كذا على اختيار العميل اللي هو مختاره بنعرضه له على الكاميرا الواي فاي قبل ما يركب وهو يقولك أنا عايز ده أو عايز ده بيركب هو طبيعي احنا بنجيب الحاجة بناء على اختيار العميل في التعاقد اللي احنا عملناه اللي احنا بنجيبه بيبقى هو الكاميرا الالاين ركبة احنا بيعرضه الناس معنا بيعرضوله الحاجة قبل ما تركب وهو بالتالي عندي خلفية طول الوقت 14 شايفين الناس وهي بتركب وهي بتعلق طبعا هو معظم العملة بتحب تخش تتابع العمل وتشوفه تشوف هل الناس شغالة يعني معظم الاوقات ممكن صناعيا انت لما بتتفق مع صناعيا من الخارج ما انتش عارف هو شغال مش شغال هو ممكن يقول لحضرتك انا شغال وهو ممكن يكون مزنوق في شغلنا تاني صح حقيقي فبالتالي يعني دي حاجة بتخلي العميل قاعد متوتر طب انت انا جاي طب انا ضيعت وقتي رحت استنيتك في الشقة مجيتش واغلبيتهم موعدهم ما بتبقاش مظبوطة اه احنا بنمتاز في الجزئية دي ان احنا بنعمل تعاقد على مدة زمنية يعني حضرتك عايز تشطى بالشقة في خلال شهر احنا بنشتغل بنكسف شغلنا وعارفين ترتيباتنا المهندس حسين بيبقى عارف ايه اللي ينزل الاول ايه الشغل اللي يبدأ الاول بعد كده ايه المرحلة التانية بنشتغل متواصل يعني لدرجة ان احنا ممكن نشتغل من طاقم لطاقم يعني من طاقم صناعيا نخلص نخش بالطاقم التانية لان دا عايز في وقت مكسف عايز في وقت مكسف احنا 24 ساعة برضو شغل بنشتغل على كل طبعا جزئية الوقت احنا محددين مع العميل وقت ومعرفينه ان احنا التوقيت بتاعنا مثلا مدة زمنية التعاقد انتهاء الشقة في التشتيب شهر خلاص بنشتغل على الموعد ده حالو جد طبعا دي يعني دي كلها هي اكتر حاجة هتفيد الناس اللي هي مسافرة لان دي بتنزل بتضطر اصلا ونتدور على شقة تسكن فيها عشان تباشر بل ما يجهز ويشوف شقةه لعا احنا وفرنا له كل ده ان هو بيشوف شقةه وهو قاعد في اي مكان في العالم مش شرط جوه مصر فقط وبره مصر في الدول العربية في اي مكان في العالم يقدر يتابع شقةه خطوة بخطوة داني معنا اتصال بعد اذنك ماروة فضالي انقطع الاتصال حاولي مرة تانية مرة تمام احنا طبعا عاملين عرض وده الشركة عاملاء عشان غلو الاسعار المتواجدة عاملاء وغلو اسعار بجودة مش حلوة اه ما هي يعني هي عارفة ايه لكن حلوة عندكو يعني اعلى جودة اعلى جودة وبندي ضمانات على الشغل بتاعنا اه زي ما البشمهندس حسام قال نحنا بندي ضمانات على القهرباء وعلى السباكة تمام ودي الحاجات الرئيسية اللي الشقة بتتأسس عليها هي دي اساس اه اساس كل حاجة دي 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 الاساس بتاع الشقة زي العمارة الاساس بتاعها تحت لازم يكون مضغوط احنا الاساسيات بتاعتنا القهرباء والسباكة ديت بندي عليها ضمان لراحة العميل بصراحة يعني انتو عندكم ميزات لسه هنتكلم فيها ان شاء الله في حلقات جاية لا احنا عندنا كام وفاجأة برضو محضرينها للعملة بصراحة سريع عشان فاكرتنا انتهت بس احنا يعني هنخلي كل حاجة في حلقتها احنا فيه فاكرات ان شاء الله مع بعض ان انتو عندكم ميزات جتير جدا مش هتخلص في فاكرة واحدة والعرض الاقتصادي اللي احنا عاملينه اللي هو 999 3 ساعات 3 ساعات ده العرض عامله الشركة تمام عشان غلو الاسعار اللي سايد الايام دي في البلد ايوة تمام طيب 3 ساعات ده بيشمل ايه يعني سريعا كده اه يشمل ايه هو 3 ساعات ده برضو هو تأسيسات السباكة والكهرباء تمام لحد طبعا الخلطات والنواكل وبعد كده القهرباء تأسيس اللوح المفاتيح الرئيسية وتأسيس القهرباء الرئيسية برائز خطوط تكييف نقطة تليفون نقطة ريسيفر أسلاك طبعا الأسلاك بتاعتنا بنجيبها معتمدة اللي هو السويد المعتمد بالبر كود وإحنا البشموندس حسين منازل خدمة البر كود أن العميل يقدر يشوف الحق دي هنتكلم عليها دي حليها مفاجأة زين للفقرة اللي جاية إن شاء الله طبعا وعندنا بنبدأ بقى تأسيس الأسقف وعمل كرانيش للشقة والأرضيات سراميك ريسبشن وطرقة وسراميك الغرف وسراميك الحمام والمطبخ كل ده في الثلاث تسعات زائد أبواب الشقة خشب موسكي زائد الألمونتال بتاع البلكونة والشباك زائد الباب المصفح للشقة زائد تأسيس النقاشة وتأسيس النقاشة احنا بنهتم فيه جدا جدا بمتابعة البشموندس حسين بنهتم فيه جدا أن احنا بندي كل حاجة حقا يعني منقولش هنعمل ثلاث سكاكين ونعمل سكنتين معجون لا احنا بنعمل فعلا ثلاث سكاكين معجون منقولش احنا بنعمل مثلا ثلاث أوجه بلاستيك ثلاث احنا معنا رأي عميل ناخد رأي العملاء ونرجع تلك تمام السلام عليكم الحياة عالي زروا تجربتي مع تشتيبات اونلاين انا اشتريت شقة هنا في كونش البحادي استعبروني استعبال يعني مفاجأة فاجأني بحسن الترحاب وتنقشتين او ايام في موضوع تشتيبات الشقة وابدأ استدادهم انهم يساعدوني في الموضوع هذا فكنتون عايزة اتفاء معاكم وادوني اسعار حلوة وساعدوني في الموضوع وتشجعت واتفعت معاهم وعملت اتفاء ودفعت لهم دفعوا ومشيت للسعودية في اثناء وجودي في الرياض قالوا لي عن طريق الكاميرا وانطريق البرنامج عندهم اقدر اشوف العمل في الشقة اثناء بداية العمل وانا موجودش في القارقة في الرياض فعلا من الرياض عن طريق الجوال اصدت اشوف اتابع العمل اشوف العمال تشتيبات تخلي الواحد يكون مرتاح ويعني ثقة تزداد والناس اللي فيها يعني الناس جديين وناس عمليين فعلا بدرجة متاسة وخاصل الاستاذ شيء ما او الاستاذ علاء يعني عملوا معايا اشياء حلوة فبعدما حلت الدفع الثاني جيت القاهرة عشان شوفوا العمل بعيني وانا جيت شوفت العمل الكويس الحمد لله يعني على حسبه اكتر مما كنت اتوقع واسعار مناسبة وان شاء الله حيكمله بعد شهر وانا فرحان جدا وانصح بالاخرين يتعاملوا معهم اتمنى اللي متوفيك ان شاء الله نورتوني لسه في مزايا كتير احنا عايزين نعرفها ان شاء الله مع بعض في الحلقات الجاية باذن الله نورتني باش مهندس شريف باش مهندس حسان نورتني وان شاء الله لنا لك قطة مع بعض عزيزي المشاهدين حلقاتنا انتهت وان شاء الله الحلقات الجاية هتتعرفوا منها مميزات كتير للشركة وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة اشتركوا في القناة